جزيلا من الرياضة نروح بقى مع حضراتكم نشوف اهم واخر الاخبار مع زميلنا محمد حسان معهم مديع لغة الاشارة محمد عبدالله صباح الخير عليكم محمد صباح الخير شايناز صباح الخير حساني اذا هذا مجزء من بقى التسعة صباحا من التلفزيون المصري اهلا بحضراتكم تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قطاعات الطريق الداري الاوسطي كما تفقد سيادته المجمع المتكاملة والمقرة الجديدة لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة واتوقف الرئيس السيسي في قطاع منطقة البدراشين بالدائري الاوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترعي في تلك المنطقة في اطار المشروع القومي لتبطين الترعي والمصارف على مستوى الجمهورية كما التقى سيادته عدد من المواطنين الموجودين بسوق السيارات الجديد حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص على الاستماع لارائهم ومطالبهم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهاني من كبار رجال الدولة بمناسبة عيد العمال الذي يوافق اليوم وفي هذا الاطار طلق الرئيس السيسي برقية تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث جدد العهد خلالها للرئيس السيسي ببدل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة النهضة التنموية كما طلق الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة من كل منها الدكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ حيث أعرب عن تقديرهما لما يقدمه عمال مصر من إسامات في شتى ميادين الحياة ومثمنين دورهم الكبير في خدمة الوطن والاقتصاد الوطني تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي للحكومة الهندية والشعب الهندي في ضحايا جائحة كورونا وخلال تدوينة للرئيس السيسي على حسابه الرسمية على موقع فيسبوك أبدأ سيارته أمله في أن تتجاوز الهند الفترة العصيبة التي تمر بها حاليا فيما يخص سرعة انتشار الفيروس والتزايد الكبير في أعداد المصابين والوفيات مؤكدا تضمن مصر الكامل مع الهند في جهدها لمواجهة الظروف الراهنة أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل ألف وإحدى وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا وإحدى وستين حالة وفاة أمس وزارة الصحة أعلنت أيضا خروج سبعمائة وخمسة وستين متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى مائة وسبعين ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعين متعافيا وصف الاتحاد الأوروبي إرجاء الانتخابات الفلسطينية بأنه أمر مخيب للأمال مؤكدا أنه يواصل اتصالاته المكثفة مع الجانب الإسرائيلي لإجرائها في مدينة القدس الشرقية المحتلة هذا وقد دعت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحديد موعد جديد لانتخابات في أقرب وقت في الوقت الذاتي أيد العديد من القوى والشخصيات الفلسطينية قرار الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية على خلفية منع الاحتلال الإسرائيلي لإجرائها في مدينة القدس مؤكدين أن قرار عباس جاء تنفيذا لموقف جميع الفصائل الرافضة لإجراء الانتخابات من دون القدس أعلان جيش فتشادي أنه قتل مئات من المتمردين في معارك غرب البلاد خلال اليومين الماضيين مشيرا إلى أسري ستة وستين متمردا على الصعيد السياسي بدأت بعثة تقصي حقائق تابعة للاتحاد الإفريقي في إجراء تحقيق حول الوضع السياسي والأمني في تشاد وتهدف بعثة تقصي الحقائق إلى دراسة الاستراتيجيات الرامية إلى تسهيل العودة السريعة للنظام الدستوري والحكم الدموقراطي وأن المقرر أن ترفع البعثة نتائج مهمتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها ندد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد سامولي بقرار روسيا بفرض عقوبات عليه وعلى سبعة مسؤولين أوروبيين آخرين لدفاعهم عن المعارض أليكسي نافالني كما أكد مسؤول أوروبي آخر أن الاتحاد يحتفظ بحق اتخاذ القطوات الملائمة ردا على الخطوات الروسية يأتي هذا التنديد بعد إعلان روسيا بفرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين ردا على عقوبات فرضا على الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي وضحت الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي يواصل سياساته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ونظمات روسية وذلك وفقا لما ذكرته الخارجية الروسية يقوم وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكن بزيارة إلى أوكرانيا الشهر المقبل للتعبير عن دعم واشنطن لكييف في حجد روسيا لقواتها مؤخرا عند الحدود وفد بيان صدر عن المتحدث باسم بلانكن أن الزيارة المقررة في الخامس والسادس من مايو الجاري تهدف إلى تأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها كانت روسيا قد سحبت مؤخرا ألاف الجنود بعد أن قامت بنشرهم قرب حدودها مع أوكرانيا وفي منطقة القرنم المتنزعي عليها انتهى مجزو الأنباء نشكر لحضراتكم طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر